يسأل يقول ما حكم قول الله يلعن شيطانك أو شيء من هذا القبيل علي بارك الله فيك المشروع الاستعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ولذلك الله عز وجل أمرنا بالاستعاذ به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم وأما قول يلعن شيطانك أو شيء من هذا القبيل فينبغي ترك هذا الشيطان ملعون الشيطان لعنه الله سبحانه وتعالى و أكفره و حكم عليه سبحانه و تعالى بالنار لكن بالنسبة للإنسان ما يقول كما جاء في السنن لعن الله الشيطان يقول إذا قال لعن الله الشيطان استعظم هذا حتى ينتفخ كالبيت يقول بقوة غلبته لكن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم تجعل الشيطان يتقزم فهي لفظة شرعية ولكن لو قلنا الشيطان يعني لعن الشياطين عموما أو لعن الشياطين في غير سياق معين يعني حصل مثلا من الإنسان وقع في خطأ يعني نقول مثلا لعنة الله على الشياطين مثلا عليهم لعائن الله مثلا هذا لا بأس به أما أن تتحدث مع شخص تقول لعنة الله على شيطانك أو يلعن شيطانك أو شيء لا تترك هذا بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر